حصل جلال على عدة جوائز كما ترجمت روايته أفاع النار إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية يسرني أن يكون ضيف اليوم في الاستوديو ليحدثنا أكثر عن مسيرته الشعرية والروائية صباح الخير لألك أستاذ جلال صباح الخير نحن نتشرف بحضورك مسيرتك حافلة أدبية غنية جدا أستاذ جلال بداية بعد المسيرة الحافلة بالإنجازات والجوائز خاصة ميراث قصصي أدبي غني فيك تحدثنا عن بعض المحطات التي رأيت فيها لحتى وصلت لهم شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة وأنا سعيد بتواجدي في دبي وفي معرض أبوظبي للكتاب الكتابة بحد ذاتها مسيرة وبالتالي فيها الكثير من التعب وفيها الكثير أيضا من الفرح لماذا التعب؟ لأننا نكتب ونحن في خضم ظروف متشابكة وبالتالي وصل الإنسان العربي إلى مرحلة من فقدان الأمل وبالتالي في هذه المرحلة يعني أن نكتب لأجل أن نبتكر أشياء جديدة في هذه المرحلة حتى يخرج الإنسان من هذه الأزمة حتى نخلق لديه مستويات أعلى من الحب ومن الأمل ومن البهجة وهذا لنعتلي بقيمة الإنسانية ماذا يمكنني أن أتحدث عن نفسي؟ يعني أنا بدأت شاعرا ومن ثم ذهبت إلى كتابة القصة وفي المرحلة الأخيرة منذ سنوات أنا أكتب الرواية أنجست ما يقارب للآن ثلاثة روايات مقصرة الحالم وأفاعي النار وأخيرا سيدات الحواس الخمس التي بسببها أتيت هنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبدعوات من المعرض ومن الأصدقاء هنا في دبي للاحتفاء بها هذا ما يمكنني أن أتحدث عنه باختصار أما فيما يخص الرواية سيدات الحواس الخمس نعم خلينا نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الرواية أستاذ جلال بدون يمكن ما نحرق للمشاهدين يلي حابين أن يقرؤوا هذه الرواية لا لا نحن ما فيني نحرق جوهر الحكاية ولكن باختصار شديد أنا في هذا العمل الروايي أحاول أن أزرع أشجارا للأمل علينا أن نسعى إليها خاصة أن هذه المرحلة كما تعلمي أو يعلم الجميع أن أدخن سوداء تتصاعد من بدن البلاد العربية وبالتالي علينا أن لا نفقد الأمل علينا أن نذهب إلى فضاءات أكثر إشراقا سيدات الحواس الخمس سياسية رواية مبشرة رواية أسعى من خلالها إلى استثمار حواسنا الإنسانية وبالتالي علينا أن ننظر إلى ما يحدث الآن في هذه المرحلة ونكون قادرين على رؤية المستقبل ونتجاوز كثير من الأزمات والعقبات الرواية فيها خمس نساء كل إمرأة لها حكايتها الخاصة وفيها أيضا ما يقارب ست حواس كل حاسة مرتبطة بإمرأة معينة ربما يعجز الرواية في الحديث عن روايته نخشى أو نخاف أن نقع في مطب الامتذاح الذاتي طيب أستاذ جلال روايتك كيف ممكن أن تلعب دور إيجابي في المجتمع الآن أنا برأيي الكتاب الجيد بشكل عام يمكنه أن يلعب دور في المجتمع الآن أولا بشكل عام نحن نسعى لأن ترتفع نسبة القراءة في العالم العربي وأنا لست مع القراءات الأخيرة مؤخرا أن البلاد العربية هي في آخر سلم القراءات عالميا وبالتالي نصل إلى مرحلة من الإحباط في العالم العربي هناك مجموعة من القراءة ونسبة القراءة ترتفع والدليل ما نراه الآن في معرض الكتب العربية حينما أطرح مجموعة من القضايا التي تهم الإنسان العربي في هذه المرحلة بالضرورة أنا كل أمل كبير أن تغير هذه الرواية وأن تحدث ما أتمنى أحد القضايا التي طرحتها في سيدات الحواس الخمس ألا وهو وضع المرأة العربية في هذه الأيام فبالتالي ندفع بإنتجاه أن تأخذ مكانتها الحقيقية لأن ما من مدينة عربية أو بشكل عام يمكنها أن تتطور دون دون الدور الحقيقي للمرأة وبالتالي أنا من هذا الجالب أنا ربطت يعني ربط وثيقا ما بين المرأة وما بين الحواس الخمس وبالذات الحاسة السادسة لأنني أعتقد أن الأكثر قدرة على الاستشراف هي المرأة نعم طيب أستاذ جلال مشاركتك بمعرض أبو ضبي للكتاب إذا فيك تحدثنا أكثر وتأخذنا بجولة بمعرض أبو ضبي للكتاب هذا العام يعني أنا في البدء أبدي إعجابي شديد بالتنظيم المتقن لمعرض أبو ضبي للكتاب وعلى المشاركات الكبيرة من مختلف دور النشر العربية في هذا المعرض أنا أتيت لهذا المعرض لأوقع روايتي سيدات الحواس الخمس التي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وبالتالي قمت بتوقيعها في ركن الدار فأنا فرحت كثيرا عندما رأيت القراء والصديقات والأصدقاء يلتفون حولي وبالتالي هذا مصدر سعادة للكاتب المعرض جميل وناجح وبالتالي هذا يخلق حالة من الأمل بأن القارئ العربي أصبحت علاقته وثيقة بالكتاب صحيح أن نسبة القراءة إذا ردنا أن نقارنها ما بين الحالة العربية والحالة الأوروبية هي مختلفة تماما ولكن علينا أن لا نحبط أهمية القراءة خصوصا هلأ بعالمنا العربي يمكن هي عم تتراجع شوي بسبب انخراط الشباب يمكن أكثر بموضوع التكنولوجيا والمعارض مثل معرض أبوظبي للكتاب وحتى مثلا معارض الشرقية اللي بتصير دائما للكتاب بتشجع كتير على هذا الشيء أستاذ جلال أنا أسمح لي أني أشكرك كتير لوجودك معي بالستوديو ومشاركتك الغنية جدا أستاذ جلال برجس الكاتب والروائي شكرا جزيلا لك